صباح الخير وتحياتي لكم أينما تكونون أنا الآن في الصباح الباكر الساعة الآن السادسة والنصف صباحا في محطة قطارات وارشو العالمية موقع هذه المحطة في السين تروم في مركز مدينة وارشو وهي محطة كبيرة لاحظوا هنا الأمام هناك 18 شباكا للتذاكر يتم الإعلان عن الشباك المفتول بلسطة الإذاعة والمتحاءة والمحطة يعني فيها خدمات متكاملة الكافتيريا المطاحم محلات شراء السوفينير كما أنها تكون مكتظة بمسافرين وهناك خطوط نقل السياة الحديدية إلى مختلف الدول الأوروبية قبل قليل وأنا القادم من بينا لاحظوا هناك يعني خط يتجه إلى العاصنة النمساوية بينا فيعني تشعلك هذه المحطة بأنك لست غريبا ولست بعيدا فكل شيء يمكن كل مكان يمكن أن تصل إليه الأسعار هنا يعني ليست غالية فأنا لا نسافر من واشو إلى فيلينيوس عاصمة ليتوانيا البطاقة كلفتني 25 يورو بالقطار الدرجة الثانية وسوف ينطل القطار في الساعة السابعة 38 دقيقة ثم نصل هناك في الساعة الخامسة والنصف إذن لننزل تحت لنأخذ السلالم الكهربائية ونرى يعني نقاط أو خطوط انطلاق القطار بصراحة الإنسان هنا لن يتيه حتى يعني لو لم تكن لك معلومات باللغات الأجنبية فأنك لن تتيه لاحظوا هذه الشاشة بلاتفورم موجود فيها وقت انطلاق القطار ثم بجانبه اتجاه أو مكان الذي يذهب إليه القطار لنأخذ السلالم الكهربائية ونرى تحت كيف هي يعني منظمة ومرتبة حركة القطارات مرتبة هنا جدا جدا يعني مثل ما قلت أن الإنسان أو السائح أو الواحد القادم من دول عربية لن يتيه أبدا هنا أيضا في الأنفاق توجد خدمات محلات تذكارات مطاعم كفهات لاحقوا هذه الكوستاك خوفي لنرى بعض الخطوط خطوط القطارات مثلا هذا الخط مثلا هذا رقم أربعة وبجانبه رقم ثلاثة وهناك حوالي يعني أكثر من عشرة خطوط هنا أنا اليوم ولو يعني أنني قادم يعني بشكل مبكر تعرفون يعني نحن الغرباء يعني الواحد من عندنا يخاف أن لا يتأخر أو يفوته القطار مثل ما يقولون لذلك قدمت هنا مبكرا لاحظوا هذه المحلات الجميلة هنا فيها الشوكولاتة والكافي والمعجنات وأشياء كثيرة في انتظار مثلا القطار كما تعرفون العملة الوطنية لبولندا هي سلوتي وكل أيرو يساوي أربعة ونصف سلوتي بينما يساوي أربعة الدولار يساوي أربعة سلوتي الأسعار هنا يعني أبدا ليست غالية فأنا الآن اشتريت قطعة مثلا كواصان كبيرة كبيرة جدا بما يعادل 2 يورو مثلا هذه هي نقطة انطلاقتي أنا خط رقم 2 من هنا سوف يمطل القطار إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس سأكون هناك إن شاء الله مساء في الخامسة والنصف وصفة أنقل لكم كل ما أشاهدون عندما تقطع هنا بطاقة قطار عليك أن تعرف خط الذي ينطلق منه القطار لكي تنزل براحتك بكل أمان وسهولة وتنتظر مجيء القطار إذن هناك أكثر من عشرة خطوط تنطلق من هذه المحطة الرئيسية في وسط البلد في وسط العاصمة إذن إلى اللقاء معكم في خطوات أخرى